بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو ودورة التحليل الرقمي الاحترافي ومحاضرة عن هجبون نمبر وطبعا الأعداد المستطيلة احنا تنواناها في المحاضرة السابقة احنا هنستخدم النهاردة هجبون نمبر مع الأعداد التربعية الحقيقة ان هجبون نمبر من الأعداد المضلعة المركزية تمام والمعادلة الخاصة به إن تربيع مينوس إن بلاس ون تمام إن تربيع ناقص إن زائد واحد وهنعملها مع بعض في الإكسل تمام وطبعا هم بيمثلوا كده زي مربع تسعة الخاص بوليام ديلبرتجان يعني عاملين وهو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهكذا تمانية تسعة عشرة واحد عشر اتناشر عملنا فهتجد المنظومة الخاصة بهذه الأعداد ظهرت هنا تمام الواحد والتلاتة والسبعة والتلاتاشر والواحد وعشرين والواحد وتلاتين والتلاتين والتلاتة واربعين تمام يعني سلسلة الأعداد أهي تمام واحد تلاتة سبعة تلاتاشر واحد وعشرين واحد وتلاتين تلاتة واربعين سبعة وخمسين طيب تعال نشوف بنعملها إزاي المعادلة طبعا احنا قلنا الفارق ما بين المعادلتين الأعداد المستطيلة والأعداد الخاصة بهجب النمبر هو واحد مجرد واحد فرق واحد عن كل عدد من أعداد السلسلة طيب المعادلة بتعمل طبعا أول حاجة الأعداد الطبيعية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة مفيش أي مشكلة إلى مال نهاية هنا بقى المعادلة المعادلة بتعملها إزاي A1 تضرب في A1 مينس A1 زائد واحد تمام A1 في A1 ناقص A1 زائد واحد تمام نفهاش أي مشكلة طيب نحزفها كده ونقولها نعملها إزاي يعني مثلا نعملها كده هتعمل equal تمام أنا بقيت لك إيه IN اللي هي بتمثل الخلية دي في IN تضغط عليها مرة أخرى تمام مينس IN هتضغط على الخلية مرة أخرى تمام بلس واحد ببساطة شديدة هتدوس ENTER بس خلاص وبعد كده طبعا تسحب إيه الأرقام إلى الأسفل عشان تظهر لك النتائج تمام دي المعادلة الخاصة بهجبون نمبر تمام طيب أنا بعملها ليه لأن أنا محتاج الأعداد اللي هي ست أرقام يعني مش محتاج الأعداد اللي هي العادية لا أنا عايز المنظومة الخاصة بست أرقام وأقول لك هنستخدمها اسقالبنج ازاي طيب يعني إيه يعني هتيجي كده ساعدتك وتعمل اهو لغاية مثلا 300 تمام ايه وتيجي كده مجرد اللي انت ضغطت كده ايه كده جاب لك كل الأرقام ايه تمام جاب لك الأرقام اللي انت عاوزها هنا بقى القنوات الرئيسية اللي انت هتتحرك عليها تمام وبعد كده الاعداد بقى اللي انت عايزها اه اسقالبنج يعني ايه ايه يعني الفرق هنا تحزف آخر رقم تمام 9954 وتحزف الواحد ده 9891 فالفرق هنا كام الفرق 60 نقط عكس القناة مثلا هتلاقيها الفرق ديه القناة لما تيجي مثلا عندي 9000 بمين 9300 الى 9500 انت بتتكلم في حوالي 200 نقط تمام اقل من 200 نقطة يعني هنقول مثلا 193 نقطة وفي الحدود ديت 194 نقطة وهكذا تمام كتير لكن لما تكون 60 نقطة 50 نقطة في الحدود ديت هتعرف تشتغل بشكل اسقالبنج عنيف تمام طيب انا عايز بقى ادمج ما بين هذه المنظومة ومنظومة اخرى هنناول منظومة اخرى هي منظومة الاعداد التربعية يعني ايه منظومة الاعداد التربعية ببساطة شديدة هي مربع الاعداد يعني ايه ايه دي الاعداد التربعية هنعملها كده equal ايه منظومة الاعداد التربعية تمام ايه منظومة الاعداد التربعية واحد اربعة تسعة ستاشر خمسة وعشرين ستة تلاتين تسعة واربعين اربعة وستين واحتمانين مئة 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 واحد عشرين مئة اربعة واربعين وهكذا تمام من خلال هذه المنظومة هقدر اطبق مع الدولار ين بالمنظومة ديت سواء الاعداد هجب والنمبر او الاعداد التربعية اول حاجة زي ما تعلمنا هنروح لأعلى حاجة وصل اليها السعر وهو اتناشر الف خمسمية وتسعة ونكتب اتناشر الف خمسمية وتسعة بحيث اللي احنا نشوف الاعداد اللي احنا هنستخدمها وقدنا حاجة مثلا هنقول هنا 10253 11253 ونذهب الى الجداول طبعا لما تذهب الى سلسلة اعداد الهجب والنمبر هنب進 تص lima من 12509 فنجي هنا عند 11131 اا بداية من 11131 فهنكتب مع بعض 11131 وطبعا مش عارف فيه ايه 11300 لا احنا عايزين 12000 11200 11343 1557 11773 11991 12211 12433 12657 تمام يبقى دي الاعداد الخاصة بالدولار ين وفقا لهجبو النمبر تبدأ من 11131 وتنتهي عند 12657 الحتة اللي احنا اخدناها ديت تمام ثم نذهب الى الاعداد التربعية طبعا معدلتها ان تربيع تمام 1 3 9 16 25 36 49 64 تمام فهنزب طبعا بداية من كام عندي 11200 صح ادي 11236 وبعد كده 11449 بعد كده 11664 وبعد كده 11881 وبعد كده 1200 12321 بعد كده 12544 وبعد كده 12769 تمام تمام يبقى اخدناها من 127 69 حتى 126 حتى 126 تعال انطبق بقى الاعداد التربعية والاعداد اللي هي الخاصة بهجبو النمبر خلينا نكتب الاول الاعداد التربعية تمام هنيجي هنا هنيجي هنا هنكتب طبعا هنا 127 69 هي بعيدة لكن مفيش اي مشكلة 69 60 ثم بعد ذلك 125 40 هتلاحظ ان 125 40 ده هو اللي كان قريب من الكمة تمام ادي 125 40 دي كانت الكمة الحقيقية للدولارين او تمام 125 44 طيب بعد ذلك 123 21 112 123 21 ثم بعد ذلك 121 121 ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك 118.81 ثم بعد ذلك 116.64 ثم بعد ذلك 114.49 هتلاحظ ان الاعداد التربعية هي اعداد قوية جدا مع الدولار ين 112.36 112.36 تمام ادي اهو دعم قوي جدا تمام ادي المنظومة بالنسبالي المنظومة بالنسبالي اهو تمام اقدر اشتغل بها بدون اي ادوات مش محتاج اي ادوات تمام طبعا هنا طبعا كان قبل 112.36 لكن احنا بنتكلم على هذا المدى تمام اقدر اشتغل وفقا له اه طيب انا هنا 123.21 هعمل المتوسط المتحرك الخاص بي اهو اهو اخليه بس باللون الازرق مثلا اهو اهو اكسبنشل كلوز اهو تمام بحيث لو بدأ يلف تمام هنا بدأ يلف فهقدر ايه هقدر ابيع تمام بدأ يلف فهقدر ابيع مفيش اي مشكلة لكن اقاف الخسارة الخاص بي هو كامل شمعة اعلى 125.44 يعني انا اقدر ابيع في هذا الزون الرقمي طالما لا يوجد كامل شمعة اعلى 125.44 وعدم تقاطع المتوسط المتحرك اه اه اي مشكلة اي مشكلة تقدر تعمل تقسيم التبانية من ادنى سعر الى اعلى سعر لما بدأنا نعمل المتوسط المتحرك عذرا التقسيم ال16 اهو طبعا عملنا المئة بالمئة نسبة المئة بالمئة عند اعلى القناة تمام وعملنا نسبة الزيرو هنا تمام ما فيش اي مشكلة طيب نتج ايه لقيت نسبة 93.75 كان ممكن ابيع عليها يعني دي شمعة الحدث ودي شمعة ما بعد الحدث فطالما الشمعة ما بعد الحدث ديت ما قدرتش على نسبة 93.75 والمتوسط المتحرك ما قدرش يخترق هذا الزون الرقمي القلسطر القوي ما بين تقسيم ال16 والاعداد التربعية تمام انا حتى الان ما عملتش هجب النبر انا عملت حاجتين تقسيم ال16 والاعداد التربعية فقدرت اشتغل اه ادرت اشتغل اعطتني سجنل قوية بالبيع في هذه الشمعة قرب ايه نسبة 93.75 تمام واعطتني بيع عند 81.25 تمام اقدر ابيع هنا اه اقدر ابيع طيب اقاف الخسارة الخاص بيه في طريقتين اما انك تعملها فوق نسبة المئة بالمئة وده افضل وفيه ناس تقولك لا على الخط اللي هو الخاص بيه 87.5 تمام بحيث المخاطرة بتاعته تكون مخاطرة بسيطة لكن هو ممكن يضربها في ظل عنف السوق واضطرابات الاسواق ممكن يضرب لك هذه النسبة فالافضل تكون كامل شمعة اعلى نسبة المئة بالمئة ووجود اختراق للمتوسط المتحرك لنسبة المئة بالمئة لكن شوف انت هتقدر تشتغل ازاي اهو تتبع الاتجاه الكراستر القوي ده لما بيتقاطع مع المتوسط المتحرك تقدر تشتري اهو تقدر تشتري تقدر تشتري كل ده زيرو انعكاس اهو كل العدد اللي احنا كنا واخدين اللي هو 125 44 تمام فنعمله مرة اخرى 125 44 تمام خلي بالك من نقطة مهمة جدا اه لو انت وجدت شمعة ممتلئة بهذا الشكل وفيه عنف فيه الاتجاه تمام يعني ده يوم ده اتجاه يوم اه بدأ كام 121 99 تمام طيب الهاي كام 125 09 تمام فهو تحرك اد ايه اتحرك حوالي 300 نقطة ففيه ناس بتعمل ايه يحكم على المدى يقولك المدى اليومي هو زوج العملة ده طبيعته المتوسط المدى اليومي عنده اد ايه 100 نقطة 150 نقطة 200 نقطة فلما يكون المدى اليومي الخاص به 300 نقطة واقترب من خط قوي جدا فيقدر يبيع عليه فهم الحت ديت يقولك هو بدأ كام هنا هو بدأ كام بدأ 122 وتحرك تحرك عنيف طول 200 نقطة تمام فوصل لخط قوي من خطوط الاعداد التربعية اقدر ابيع بالقرب من هذا الخط اه نعم الهاي 125 09 تقدر تبيع عند 125 ليه الرزق الخاص بيك اقل من 100 نقطة الرزق الخاص بيك اقل من 100 نقطة وفي نفس الوقت هتربح على اقل من 100 الى 300 نقطة سقالبنج سريعة تمام يبقى فهمت الحت ديت وممكن يكون 60 نقطة 50 نقطة تمام ليه ممكن التحركات تقترب جدا في احوال كثيرة بتقترب من 125 24 من العدد نفسه بيكون الفرق ما بينها وبين العدد 10 نقاط 20 نقطة فتقدر تعمل شغل كويس مع ادارة صفقات جيدة طيب نبدأ نرسم الهجبو النمبر طبعا احنا عندنا 126 57 اول حاجة 126 57 نعمل مثلا باللون الازرق ايه تمام 126 57 هنا بقى الطريقة الاخرى يعني البعض يقولك ايه طيب انا هبيع هنا هبيع قرب 125 24 لا انا الرزق الخاص بيه هو الصعود اعلى 126 57 بيعمل الخط التالي وليس نفس الخط تمام وده الافضل تمام لكن طبعا بيتطلب ادارة رأس مال هتبقى العود اقل لان الرزق كده بالنقاط اعلى تمام بعد كده 124 33 124 33 وهنشوف بقى مناطق الكلاستر او بص 124 33 هنا الشمعة دي كسيجنل هو اعطاك السيجنل عند 124 33 انت ملحقتش انت شفت الشمعة دي اتخضيت خفت تمام فقلت لا انا مش هقدر ابيع عند 125 انا هنتظر الشمعة التالية فالشمعة التالية وفق الهجب النامبر 124 30 124 30 انت العدد عندك 124 33 فمجرد الافتتاح ادنى 124 33 انت خدت السيجنل الخاص بالبيع طيب بعد كده 122 11 122 11 122 انا يهمني الكالاستر بص 122 11 هو ارتد منه يعني لما هبط بص هبط من 124 33 هبط لل 122 11 يعني نشوف الشمعة ديت اي اي دي الشمعة الهي كان 124 30 الخط 124 33 اللو 121 98 الخط 121 تمتخيل يعني ماشي في القناة بالزبط ماشي في القناة الخاصة بهجبه النمبر بالزبط تمام فطبعا ده واضح ان هي اعداد قوية جدا في هذا الزوج تمام بعد 122 11 191 재� 117 د Hyun azo 173 158 د� 5 10 10 11 11 11 11 مائة وخمستاشر سبعة وخمسين مائة وخمستاشر سبعة وخمسين وبعد كده مائة وثلاثة 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 واربعين نقاط قوية جداً مش محتاجة حتى متوسط متحرك لكن متوسط متحرك انت بتستخدمه كتأكيد لكن تقدر تغير من متوسط متحرك وتجعله نقاط بيفوت مثلاً متقدمة مش مجه انت ندرسها بالتفصيل بحيث يكون عندك هااا افضل من المتوسط المتحرك مائة وثلاثتاشر مسافة واربعين واحدة وثلاثتين ابيتم ان علي المتستخدم المتاحرك مفيش اي مشكلة اهو تمام اهو نقدر نعمله اهو تمام؟ فيبقى واضح اصدمة ازاي اللي احنا بنشترك اهو هنا شراء هنا شراء هنا شراء 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 هنا بداية البيع بدأ ينحني اول بقى ما يلف كده ويكسر المية اتنين وعشرين حداشر خلاص حالة انهيار يعني اول ما يكسر معاك المتوسط المتحرك مية اتنين وعشرين حداشر خلاص انت بقى هتدخل اه في اتجاه هابط تمام؟ فده طبعا ممتاز جدا على الاربع ساعات تقدر تشوفه اه على الاربع ساعات اقدر اشوفه واشتغل عليه اهو زيرو ناكاس زيرو ناكاس تفضل زيرو ناكاس اهي استراتيجية بسيطة جدا اهي طبعا لما اكتر من شمعة بتكون على الخط الواحد على الطول وسايد وي للمتوسط المتحرك انا بقولك ايه سكر الصفقات علشان هيحصل قلب الصفقات قلب الاتجاه فعلا اهو قلب وبعد كده اه هنا فالس بريك تمام؟ خلي بالك كل ما تنزل بالمستوى الزمني كل ما الفالس بريك يكون كتير لكن على المستوى اليوم مش تلاقي فالس بريك أول ما يدهك اشارة صعود هي خلاص اشارة الصعود هنا اتجاه عرضي متدخلش اتجاه عرضي للمتوسط المتحرك متدخلش هنا اعطاك بس ايه كسبك اكتر من يوم وبعد كده اعطاك فالس بريك وهنا اهو اه تباعد بين المتوسط المتحرك والاسعار فتقدر تشتري وانكاس الاقاف الخسارة بيكون القابط الاحمر يعني هتشير على الخط الأزرق يبقى إقاف القسارة الخط الأحمر أفضل حاجة هو التقاطع يعني إذا بتدخل التقاطع ده هيكون أفضل من مسألة التبعات طيب في حاجة بقى زكية شوية إيه هي إنك تعمل الكلام ده على الأسبوع ليه أنا يهمني جسم الشمعة فين يعني جسم الشمعة هو حتى الآن هو جسم الشمعة عبارة عن إيه عن الأوبن والكلوز الأوبن والكلوز لو هو أسفل المية تلاتة وعشرين وواحد وعشرين يعني أسفل هذا الخط وأعلى حاجة عند مية خمسة وعشرين واربعة وعشرين أنا هعتد بهذا الكلام هعتد أن الأسعار هي هنا عند أسفل المية تلاتة وعشرين وواحد وعشرين هتكون إشارة بيع جيدة للغاية ليه لوجود فارق كبير بين أعلى سعر وبين جسم الشمعة جسم الشمعة هو بالنسبة لي في هذه المنطقة في هذا الزون الرقمي بين مية تنين وعشرين وحداشر إلى مية تلاتة وعشر وواحد وعشرين وهو زون خاص به الأعداد التربعية وهجب النمبر تمام؟ وفي نفس الوقت هو اقترب من مية خمسة وعشرين واربعة واربعين اللي هو العدد التربعي ولم يستطيع اللحاق والصعود أعلاه تمام؟ لا يوجد جسم الشمعة أعلاه مع المتوسط المتحرك ابتعد المتوسط المتحرك عن المية خمسة وعشرين واربعة واربعين يعني المتوسط المتحرك حتى الآن هو عند المية وعشرين تمام؟ كل ما المتوسط المتحرك يكون بعيد عن الأسعار كل ما يكون هذا أفضل في مسألة البيع ننتقل إلى تحليل زوج آخر بنفس المنظومة ذهبنا إلى الباوندين طيب الباوندين هنا أنا شايف الأسعار هي مية أربعة وستين تلاتة وستين يبقى أنا هكتب أعلى سعر وصل إليه مية أربعة وستين تمام؟ تلاتة وستين طيب أدنى سعر وصل إليه هاخد الرقم ده كده مية تمانية واربعين سبعة وتسعي تمام؟ مية تمانية واربعين سبعة وتسعي وهذهب بقى للأعداد هجب النبر والأعداد التربعية واشوف الحكاية إيه لما ذهبت إلى الأعداد التربعية تمام؟ هي الأعداد التربعية فأنا هذهب على طول هشوف بداية من مية تمانية واربعين سبعة وتسعين هنا مية تمانية واربعين أربعة وتمانين يعني شوف بقى حاجة غير طبيعية فهنكتب مع بعض 148.84 151.29 153.76 156.25 158.76 161.29 163.64 166.41 166.41 166.41 طبعا فيه ملحظة مهمة جدا أنا بأخد أعلى من السعر اللي هو الحالي اللي هو وصل ل 164.63 فأنا بأخد السعر الأعلى منه القناة الأعلى منه اللي هي 166.41 وبأخد برضو القناة اللي هي أدنى منه اللي هي 146.41 مش أدنى حاجة 148.87 طبعا أنا أخدت 148.84 لا أنا عايز أخد الأقل علشان ده إيقاف الخسارة في حالة الوصول لأدنى سعر نذهب إلى الشرط نبدأ نطبق على المستوى الأسبوع هو 166.41 تمام العدد التربعية 166.41 تمام وبعد كده 163.64 لا يوجد كامل شمعة أعلى 163.64 تمام طالما عدم وجود شمعة عند فوق 163.64 خلاص أنا حسبت المخاطرة الخاصة به أو من ثم كنت أقدر أبيع هنا والرزق الخاص به هو 166.41 وفقا لمنظومة الأعداد التربعية فقط تمام ثم 161.29 أعمل 161.29 تمام لاحظت حاجة بالزبط هنا الشمعة دي هي الشمعة الحقيقية للأسعار وصلت إلى 161.50 والأسعار دي هي أسعار كاذبة اللي هو الصعود ده كله كسب ليه أو تضليل أو تلاعبات كل ما تشاء طالما أن الافتتاح والإغلاق سيكون أسفل 161.29 طيب لو الافتتاح والإغلاق لهذا الأسبوع أسفل 161.29 يبقى أنا أخدت سيجنة بيعية ممتازة جدا أقدر في الأسبوع المقبل اللي هو ما بعد الحدث يعني أنا هنتظر الشمعة دي وأشوفها ذهبت إلى كام ذهبت إلى 159 158 160 تمام خلاص ما فيش أي مشكلة لما أجي هدخل أبيع خلاص أنا ببيع وعارف الرزق الخاص بي هو وجود كامل شمعة أعلى 163 64 تمام أو 166 41 لكنها هتكون بعيدة فيفضل هي تكون كامل شمعة 163 64 اللي هو افتتاح أسبوعي أو افتتاح يومي تمام طيب خلينا بقى بعد 161 29 ظهر لنا رقم 158 96 158 76 تمام لحظت ان دي كانت كمة اي كمة اولى وكمة سانية يعني الاسعار زابت اليها مرتان وتم التصحيح طيب يبقى دا عدد مهم جدا طالما ان الاسعار زابت اليها وصححت يبقى خلي بالك ان هو لما ييجي هيهبط ممكن يصطدم 158 76 دا ويرتد منها فاهم الحتة دا يعني التارجد بتاعك ممكن يبقى 158 76 اللي هو التارجد المبدائي اللي هو الاسعار ممكن تلمسه وترتدي تاني وبعد كده تهبط فاهم فانت ممكن تغلق تسكر الصفقة وبعد كده لما يصعد مرة اخرى تبيع بافضلية بيع افضلية تمام طيب بعد كده بعد 158 76 عندنا 156 25 بدأت 157 وزابت 161 50 يعني من هذه القناة الى هذه القناة تمام اي من قناة لقناة تمام وبعد ذلك 153 76 وزابت 151 29 صح صح 251 29 صح 251 20 251 29 صح 251 29 صح اشتري على طول عندي شمعة مبعد الحدث طالما لمس خط قوي اقدر اشتري عليه مية تمانية واربعين اربعة وتمانين اللي احنا قلنا عليها اللي هو القاع مية تمانية واربعين اربعة وتمانين اهو شايف قاع اهو جرب عليه مرة اتنين تلات تخيل تلات مرات يعطيك فرص هائلة المرة الاولى ذهب الى حدود المية ستة وخمسين وخمسة وعشرين المرة الثانية ذهب الى حدود 158-76 المرة الثالثة ذهب الى 156-25 وبعد كده قام بالتصحيح عند 151-29 ثم صعد لحدود 164 متخيلة؟ ايه دي منظومة الاعداد التربعية فقط احنا ما عملناش حاجة غير منظومة الاعداد التربعية فقط تمام؟ طيب انا عايز بقى اعمل تقسيم التمانية مرة اخر اوه ما فيش اي مشكلة تيجي كده وتعمل تقسيم التمانية ايه تمام؟ نسبة الزيرو نسبة المئة بالمئة عند الخط العلوي ونسبة الزيرو عند الخط الصفلي وتيجي كده على اليومي اهو وتعمل كده ايه خلاص طبعا احنا كان المفروض ان احنا نطابق ما بين النسبة والمئة بالمئة ما فيش اي مشكلة ايه تمام؟ فانت كده خلاص انت كده اعرفت زي بقوليه الخريطة الرقمية اتضحت امامك الخريطة الرقمية الخاصة بزوج العملة احنا بس عايزين نطابق ما بين أو commence اowią تمام؟ كده قادر تعمل المتوسط متحرك لو عاوز تعمل المتوسط متحرك المتوسط متحرك تمام يبقى الزون الرقمي ده بالنسبة لك هو زون بيعي طالما ايه طالما ان هو لم يصعد اعلى نسبة المئة بالمئة تمام هنا فيه كلاستر قوي ان نسبة المئة بالمئة ديت لازم يكون هناك جسم شمعة تمام وهنا بدأ يهبط طيب لو قصر المتوسط المتحرك نسبة الواحي 80.25 يبدأ بقى ايه عملية الهبوط طيب انت عندك هنا النسبة اللي هي 68.75 هنا قلاستر قوي جدا فهو لما يجي يلف ويكسر هذه النسبة خلاص انتهى امره تمام تقدر بقى تبيع وتكسف من عمليات البيع تمام يهمك اوي مناطق القلاستر مناطق القلاستر لما بيتم كسرها او بيتم اقتراقها الاسعار بتصعد صعود كبير جدا هنا بص لما صعد مناطق القلاستر كده بص زيرو انعكاس ويدخلك على طول 600 نقط تمام فمنطقة القلاستر اول ما بتكسر بتكون منطقة جيدة جدا سواء شراءا او بيعا هنا اعطاك السجنة الخاصة بالبيع بس انت منتظر ايه ان هو يكسر ويأكد لك تمام وافتتاح ادنى النسبة تمام طب ايقاف القسارة القاس بيك هيبقى اعلى من 87.5 الراجل اللي هو عاوز يشتغل سقالبينج عنيف او الراجل اللي هو شغال سوينج وعارف هو بيعمل ايه هيعمل ايقاف قسارة فوق مستوى المئة بالمئة بشرط وجود جسم شمعة فوق نسبة المئة بالمئة تمام كده لما تعمل الكلام ده على المستوى الاسبوعي بيتتضح لك لرؤية افضل يعني هنا جسم الشمعة اقل ادنى ايه ادنى نسبة ال81.4 تمام جسم الشمعة تمام يهمني جسم الشمعة وابتعاده عن اعلى سعر اعلى سعر عند نسبة المئة بالمئة وجسم الشمعة ادنى ال81.25 اذا دي سجنة قوية جدا بمسألة البيع لكن بنتظر لنهاية الاسبوع واشوف جسم الشمعة ده فين تمام المتوسط المتحرك هنا بيقيد هذا الكلام ويقول لي والله انا ما زلت عند 159.67 وان كل هذا الكلام هو مجرد تلاعبات تقدر تبيع اه بس انت هتبيع للتباعد ومسألة التباعد دي مشكلة في المتوسط المتحرك ان هو بيعدل من اعداده ومعادلاته فممكن بعد كده يكون بطيء وبعد كده يبدأ يصعد ويقترب من الاسعار دي مشكلة التباعد فعشان كده قلت لك ايه خليك في مسألة الاختراك الاختراك او الكسر بتكون افضل لكن الرؤية الاسبوعية بتكون افضل بالنسبة لك يعني الرؤية الاسبوعية كده يعني انا هنا مثلا كان مديني خلاص سيجنال شراء هنا سيجنال شراء تمام هنا سيجنال شراء تمام كل الحاجات ديت بتكون اا اا الميجور تريند على المستوى الاسبوعي بيديك افضلية اكتر ورؤية واضحة اكتر تمام اا اا اليومي اليومي ممكن يدخلك ااا لا رغم ان هو يدخلك مبكرا يعني اليومي انت لو بصيت اهو دخلك مبكرا عند نسبة ال 25 بالمئة بدأ يلف اول ما بدأ يلف المتوسط المتحرك ده هو ده سجنال شراء بالنسبالك يعني انت هنا هتلاقي نفسك خايف تمام انت هنا خايف لان المتوسط المتحرك انت شايفه نازل تمام والاسعار نازلة فانت اا 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 يعني امر طبيعي ان انت تكون خايف فاول ما هيلف كده انت ممكن تاخذ السجنال متأخرة يعني ممكن تاخدها عند 31.25 افتتاح علىها تمام واا اا 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 سالب خمسة وعشرين. هيكون بعيد. تمام? لو انت هتشتغل سوينج. لكن انت لو حسبتها انا مثلا كفر الخسارة هتلتميتر ومعمائة نقطة. بس هربح اكتر من الف نقطة. سبعمائة نقطة. ثمانمائة نقطة. وغالبا بنسبة اكتر من تسعين بالمائة لن تتحقق الخسارة. لن تتحقق الخسارة. هديك انده شفت. تمام? اول ما يكون. بس يكون المتوسط المتحرك بهذه الحدة. تمام? طبعا نسبة سبعة تلاتين ونصف ديت. دي نسبة مهمة جدا للاستكمال الاتجاه. تمام? ولما تكون على كلاستر يبقى انت داخل زيرو نعكاس. مع المتوسط المتحرك يقترق بهذا الشكل. خلاص انت زيرو نعكاس. تقدر بقى تزود. تقدر تزود عقود مفيش اي مشكلة. تمام? كده احنا شرحنا ان شاء الله بشكل بسيط جدا الاعداد اللي هي هجبو النمبر والاعداد التربعية. وان شاء الله مزيد من المحاضرات ومزيد من التطبيقات حول الاعداد التشكيلية. شكرا جزيلا ولقاء جديد ومتجدد.